يقول هل صلاة الجماعة واجبة على كل رجل وما حكم من يقول بأن صلاة الجماعة ليست واجبة اللي يقول أن صلاة الجماعة غير واجبة هذا من عنده هذا كلام من عنده أما كلام الله ورسوله فهما يدلان على وجوب صلاة الجماعة عمل المسلمين يدل على وجوب صلاة الجماعة يسبح له فيها يعني بالمساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الذي لا يخاف من هذا اليوم يترك صلاة الجماعة أما الذي يخاف من هذا اليوم فإنه يحافظ على صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الجماعة ووصف من تخلف عنها بالنفاق وتوعده بالوعيد أنه هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار لشدة جريمتهم أما من يقول أنه غير واجب هذا كلام من عنده لا يقبل